سبحان الله سبحان الله وعلى سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين يقول الله تبارك وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون لقد هل علينا شهر شعبان ليقربنا أكثر وأكثر من رمضان شهر الخير فانظروا رحمكم الله كيف كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر الصياما منه في شعبان أخرجه البخاري ومسلم وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان وأما حال السلف الصالح في شعبان فهو أنهم كانوا إذا دخل شهر شعبان أقبلوا على مصاحفهم فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم ليعينوا غيرهم على طاعة الله في رمضان وتركوا الكثير من مشاغل الدنيا وأخذوا يستعدون فيه لاستقبال شهر رمضان وأكثروا فيه من الصيام والذكر والقيام وكانوا يقولون عن شهر شعبان إنه شهر القراء وفي هذا الشهر الكريم ليلة عظيمة بركاتها كثيرة خيراتها هي ليلة نصف من شعبان وقد وردت في فضيلتها أحاديث نبوية عديدة تحض على اغتنامها والتعرض لها منها ما رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت ليلة نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء قد قرروا أن الحديث الضعيف يعمل به إن كان فيه حث على فضائل الأعمال واندرج تحت أصل صحيح من أصول الشرع كذلك فإن الإمام بن حبان قد صحح بعض الأحاديث الواردة في فضيلة ليلة نصف من شعبان وأوردها في صحيحه كحديث يطلع الله إلى خلقه في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي والمشاحن معناه الذي بينه وبين مسلم آخر عداوة وحقد وبغضاء أما من سوى هذين فكل المسلمين يغفر لهم يغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم فليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة وأكثر ما يبلغ المرء تلك الليلة أن يقوم ليلها ويصوم نهارها ويتق الله فيها وليلة النصف من شعبان كانت تابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليعلم أن ليلة النصف من شعبان ليست الليلة التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم بل هي ليلة القدر كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وهذا ما عليه جمهور العلماء ومما ينبغي الانتباه منه دعاء اعتاد بعض الناس على ترداده في هذه الليلة وهو اللهم إن كنت تتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحوا اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وترضي وإقدار رزقي فهذا اللفظ لم يثبت عن أحد من الصحابة الكرام ويجب الاعتقاد أن مشيئة الله أزلية أبدية لا يطرأ عليها تغير ولا تحول كسائر صفاته كعلمه وقدرته وتقديره وغيرها فلا تتغير مشيئة الله بدعوة داع أو صدقة متصدق أو نذر ناذر ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أن الله تحدث له مشيئة جديدة أو علم جديد ومن يعتقد ذلك فقد فسدت عقيدته فقد روى مسلم عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني شنتين ومنعني واحدة وفي رواية قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وفي هذا دليل واضح على أن تقدير الله لا يتغير ومن أحكام الصيام في شهر شعبان أنه لا يجوز الصوم ما بعد نصف شعبان إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو ورد كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أحمد في مسنده والأربعة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم رواه البخاري ومسلم اللهم وفقنا لفعل الخيرات والطاعات والحسنات يا رب العالمين يا الله الله سبحان الله 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 سبحان الله سبحان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة